ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك الذي نقصه عليك يا محمد من القصص الحكيم من قصة آل عمران أقصة مريم وأمها أقصة زكريا ونداءه لربه أقصة عيسى وما أجراه الله تعالى عليه من معجزات وما خصه به من قرامات من الآيات البينات والدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات على صحة رسالتك والذكر الحكيم والقرآن الكريم الذي يفصل بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وما فيه من أخبار وأحكام فلا شك فيه ولا امتراء ويحصر به العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ترجمة نانسي قنقر